الخطة الاقتصادية للحكومة ارتكزت إلى ثلاث أزمات رئيسية الأزمة الأولى هي انهيار القطاع النقدي والخسائر الكبيرة التي حققها النظام النقدي بمجملة مصرف لبنان والمصارف التجارية وخطر ضياع ودائع الناس وسرواتهم في المصارف أما السبب الثاني فهو تعطل ألية التدفقات النقدية في المالية العامة مضافا إليها العجوزات القائمة في الميزانية أساسا وعجوزات الضخمة وأما ثالثا فهي انعدام أي إمكانية لاستقطاب الرساميل من الخارج إن على شكل استثمارات أو مساعدات أو ودائع في النظام المصرفي كل الأشكال التي كانت تدعم في السابق النموذج المالي الاقتصادي في لبنان أصبحت الآن معدومة تقريبا لذلك فالخطة تهدف بشكل أساسي إلى إعادة فتح جسر تمويل للاختصاد لبناني من خلال التفاوض مع الدائنين والتفاوض مع المانحين بسبب تعطل قدرة على اجتساب أموال من الخطاع الخاص من الخارج لم يعد هناك بد من هذين الطرفين لمحاولة جذب الأموال الصعبة إلى الاختصاد لبناني هناك شيء جديد كليا في مقاربة الخطة الاقتصادية لموضوع توزيع الأعباء لأنه لأول مرة هناك اعتراف صريح اليوم بتوزيع المسئوليات عن الأزمة مسئولية نظام مجموعات المصالح الخاصة الذي كان قائم في الدولة على الزبائنية والصفقات وامتداداته في القطاع الخاص وخاصة القطاع المصرح هناك تحديد مسئولية واضحة لهذا النظام عما قالت إليه الأمور وبالتالي فتوزيع الخسائر يرتبط بتوزيع المسئوليات سوف تدفع المصارب من أجل إعادة تعويمها كامل رأس مالها زائد ما يتيسر لها من أصول عقارية على محافظها هناك مقاربة ثانية أيضا مفيدة لتوزيع الأعباء هي توزيع الأعباء بين الأغنياء والفقراء ونحن بحاجة لهذه النوع من المقاربة لأن ما كنا نسير به منذ عام 2019 كان يرمي بسقل الأزمة على الأكثر ضعفا الآن هناك محاولة لتعيين شرائح معينة من الودائع الكبيرة لكي يتم مشاركتها في دفع سمن الأزمة بدل أن ترخي هذه الأزمة كلها على الطبق الوسطى والفقراء أما المقاربة الثالثة لتوزيع الأعباء فهي تلك المتصلة بإعادة الأموال المسروقة أو المنهوبة وأعتقد أن مربض الخيل هو هنا لأن الشرعية الأخلاقية للخطة الاقتصادية الحكومية تتحدد في هذه النقطة إذا ما استطاعت الحكومة أن تجند نفسها كما جندت نفسها بنجاح من قطع النظير بمواجهة وباء كورونا أن تجند نفسها في سبيل استعادة الأموال المنهوبة فإننا أمام خطر شديد لا فقط بضياع الخطة الحكومية وإنما أيضا بخطر الإنزلاق إلى الفوضى لأن هذه الخطة لها أكلاف اجتماعية عالية ولأن ذلك في بلد بكل لبنان قد يدفع بالأمور نحو الأسوأ نحو الفوضى إن إعادة لم الشعب اللبناني حول مشروع دولته يرتبط الآن وبطريقة شبه حصرية في تظهير مشروع استعادة الأموال المنهوبة هذا هو الشيء الوحيد الذي سيدفع الناس للقبول بالتضحية بغير ذلك نحن أمام أخطار شديدة مرتبطة بالوضع بشكل عام قبل الحكومة وبعدها قبل الخطة الاقتصادية وبعدها ولكن للأسف كرة النار هذه وقعت في يد هذه الحكومة ترجمة نانسي قنقر